ضيشنا من بيروت أو من دبي الخبير في تقنية المعلومات أيمن عيتاني اليوم من دبي أيمن كيفك؟ أيمن فعلياً هل فعلاً أبل تقوم بإبطاء الهواتف؟ يعني عادة نسمع أنه بنزله أحدث تحديثات للآي او اس بيبطأ التليفون القديم أو في مشكلة أخرى عم تعملها الأبل؟ إن شاء الله هي القضية اللي خسرتها أبل هي خاصة بتصرفات تقنية في 2017 من ثلاثة سنين لورا ويلي عملته هو غيرت شوي بالبرمجية لحتى كل شيء قديم البطارية والتليفون القديم يتصرف بطريقة معينة يلي ما بيخليه أنه يكون أطفاء الجهاز فجأة أو مشاكل تاني عليه اللي خسرته بالقضية مشاله مش انه هالتصرف العمل خسرته انه متوقعين منها تتواصل أكثر مع المستخدم عن هالتصرف يعني لو انه كانت أوضح أبل عن هالتطريقة عملت ما كان فيها المشكلة اللي صارت هي فيها اليوم من شان هيك وهي هالمشاكل تبعا يلي عم تحكي فيها أكتر شيء ناس على التواصل الاستماعي نحنا كلنا بنعرف انه حياله جهاز تليفون أو كمبيوتر سيقطع عليه سنتين أو ثلاثة يعني خلص صارت البرمجية أسرع بكتير منما التقنية الأديمة كانت تسمح فبيصير فيه هو يهلبطه كلنا عم نضطر كل سنتين أو ثلاثة نغير جهاز المقول يعني مش متعمد باعتقادك أيما يعني خانة يعني أبل اسم الله قدمة شغلون كتير منيح عندهم اليوم مي شالا عندهم كاش ميتان مليار دولار يعدين بالبنوكة ميتان مليار اليوم يعني زي نحبوا اليوم يطفوا الشرك يسكروا كل شي عندهم ميتان مليار يعدين عليهم فهيدا هيدا التحديث الدائم اللي عم بيكون عندهم هني فيه يلي عم بيكون فيه طلب كتير كبير من الناس يعني نحنا كلنا عم نشطي هالأجهزة الجديدة عم ليعملوها لأنه الكاميرا أحسن المطارية أحسن السرع هي أحسن الشاشة أحلى يعني نحنا كلنا ما عم ننطر وخاصة نحنا وقتنا كله عم يكون على الإعلام الاجتماعي وعم نحضر فيديوهات على الإنترنت فكلنا عم نعوز وصور أولادنا كل هذا على الأجهزة المحمولة اللي معنا كل يوم حياتنا كله بالجهاز المحمول على أي حال أيمن بس وليكن تبعنا أنه بعد من يقول أنه مسألة البطارية أيضا ليس فقط أنه الجهاز صار بطيء وأنا البطارية بتنتهي بسرعة يعني هل أيضا هذا الشي كان متعمد أم فعليا الجهاز بصير قديم هي مشكلة البطارية هو ليش حديث البطارية هلأ كمان مع قبل هو إذا مذكرها ميشالا من كم سينيكي عنده مشاكل سامسونج ببطارياتها صحيح ليش هو البطارية بيضل بيرحكة فيها وفيها ومشاكل لأنه نحن عم نستخدم عم نحتاج كتير استخدامات على التليفون يعني الحق علينا والشاشات متكبر ووقتنا عم يضل قدي عليه لا عبول نحن احتياجاتنا أكبر فعم يضطروا يكون فيه تقنيات أحسن للبطاريات والتقنيات الجديدة فيها مشكلة والصولة التكنولوجيا يعني صاروخ فضائي متطور دايما وفيه شي عم يكون منيحة بيكون فيه وفيه شي ما عم يكون منيحة بس إحنا أكيد هنقضي وقت أكتر بعد بعد الفايف جي ما اجت ميشال مع الفايف جي وقتنا أكتر حيكون استخان البطارية أكتر وبدنا أجهزة أسرع وأحسن فيعني يعني بفاميرك مع الفايف سي كلنا رح نغير التليفونات أيمن من دون استثناء يعني موفقين فينا لأنه بدنا سرعة أكتر وبدنا جهازة أجهزة أحسن يعني ياريت ما اشتريت الايفون الجديد أيمن شكرا جزيلا لألك على مدخلتك معنا من دبي الخبير في تقنية المعلومات أيمن عايت لأني ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة